هو أنا ليه حس يا أمير أن أنت بتطلع الكلام بالعافية؟ لا قابل يا سارة أنا معاك يتفضل بك عموماً أنا حسيت أن من وجبي لازم أكون جنبك في ظروف زي دي لكن بصراحة كده أنا ابتديت أحيث أن أنا أتقل عليك وأنا مش عايز أسبب لك إزعاج أكتر من كده ولا تقل عليك قصدك يا أنا مش فيه قصدي أن أنت مش مقدر وقفتي جنبك وأنا حس بشعوري ناحيتك وأنا بصراحة كده ما أقبلش على نفسي حاجة زي كده يلا بينا يا أمير نمشي على فين يا سارة؟ نمشي لو أنت عايز تعود شوية خليك براحتك أنا هاخد تاكسي وأراح طب أعودي بس عشان خطر ما تزعليش؟ أنا مش زعلانة منك أنا زعلانة عليك أنا عايز أمشي يا سارة عشان خطر أعودي أعودي بس عارف يا سارة أنا أكتر حاجة بديني في الدنيا إن أنا بقى لوحدي لأن أنا للأسف طول عمري لوحدي غريبة مع أنك لسه بتفكر في الإنسان اللي ثابتك لوحدي وأنا وقفة جنبك وبرضو مش حاسس بيه عندك عارف عارف مشكلتي إيه يا أمير إنك ما بتهنش علي رغم إن أنا بهن عليك بص يا سارة أنا من هنا وراي أحاول أقرب منك وهو عارك إن هيقدر وقفتك جنبك كويس بس عشان خطري ما تسيبنيش لوحدي أعتبرني دوعة؟ وعد يا سارة وأنا وعيدك إن عمري ما هسيبك ولا استغنى عنك أبدا موسيقى موسيقى موسيقى